اشتركوا في القناة الموافق الثامن من ابريل من العام 2021 وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نطلع على أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الجنيل استرليني في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر مؤشر مديري المشتريات الإنشائي ثم سوف يكون لدينا في تمام الساعة الثانية ونصف تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتختتم البيانات لهذا اليوم ببيانات مهمة على الدولار الأمريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة سوف يكون لدينا تقرير معدلات الشكاوى من البطالة ثم سوف تختتم البيانات في تمام الساعة السابعة بحديث رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيرون باول إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي قد بدأ بمحاولة خلق تصحيحات وحاليا يحاول إنهاء التصحيحات والتلاشي واستئناف المسار الهابط واستهداف مستويات الـ 92.6% خلال التداولات القادمة مما يعني المزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات وأيضا المزيد من فرص استعادة بريق ملك الملاذات الآمنة الذهب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار قد نجح باختراق مستويات الـ 1.18500 والذي كانت تعبر عن منطقة مقاومة سابقة وحاليا يحاول يعيد اختبار هذه المقاومة التي تحولت إلى دعم جديد بعد أن تم اختراقها وحاليا الأسعار إذا نجحت بتكوين نموذج ارتدادي ونجحت بالثبات أعلى مستويات الـ 1.18500 قد نشاهد اندفاع الأسعار مجددا في المسار الصاعد واستهداف مستويات الـ 1.19500 وـ 1.20000 خلال التداولات القادمة وبشرط الحفاظ على الأسعار أعلى مستويات 1.18500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي وذلك باستمرار التداولات السلبية الذي يتعرض لها الزوج من خلال استمرار الأسعار بالتداول أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستويات 1.38000 هو الذي قد تعيد الزوج للهبوط مجددا واستهداف مستويات 1.36500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أيضا أن زوج الباون ديان يتداول بالقرب من نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستويات 151 وتحدثنا سابقا عن قوة هذه المنطقة حيث أن الأسعار إذا نجحت بالعودة أعلاها والثبات أعلاها بناء على قاعدة السلوك السعري نتوقع أن يعيد الزوج المجنون العودة إلى المسار الصاعد ويستهدف مستويات 152.500 أما فشل الاختراق والعودة أدنى مستويات 151 قد تعيد الزوج إلى المسار الهابط ويستهدف مستويات 149 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول أدنى خط الاتجاه الهابط وأدنى نقطة المقاومة الماثلة عن مستويات 0.6600 واستمرارية التداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من السلبية واستهداف مستويات 0.75500 ما لم تستطع على سعار بالعودة على مستويات 0.76600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونلاحظ أن الأسعار تتداول أدنى مستويات 110.400 واستمرارية التداولات بهذا الشكل أدنى المتوسط المتحرك توحي بمزيد من الهبوط واستهداف مستويات 109 و108 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أن زوج الدولار الليرا تركية يتداول بشكل متذبذب ويحاول التماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عام في حال استطاعت الأسعار اختراق مستويات 8.20 من الممكن أن نشاهد قوة قادمة يتحصل عليها الزوج وينطلق ويندفع نحو مستويات 8.40 و 8.70 خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 8 ليرات للدولار الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين منذ الأمس تتداول بشكل عرضي بالقرب من مستويات 55 ألف دولار ومثل ما تحدثنا عن البيتكوين أنه لا يزال تعتبر في طور المسار الصاعد طوال ما هي تتداول أعلى مستويات 52 ألف دولار فاستمرارية التداولات أعلى هذا الدعم توحي بمزيد من الصعود وننتظر الأهداف الماثلة عند مستويات 60 ألف دولار خلال المدى القصير إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب بثباته أعلى مستويات 1725 دولار لا يزال يتألق وقد نشاهد الذهب اليوم بإذن الله تعالى يعانق مستويات 1765 دولار للأنصة الواحدة وقد يعانق مستويات 1800 دولار خلال المدى المتوسط وشرط حقق هذا السيناريو والأهداف المذكورة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 1725 دولار للأنصة الواحدة ومدعوم التحليل الفني باستمرارية التداولات أعلى نقطة البايفيت وأيضا التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم تمنح الذهب المزيد من الإشارات الإيجابية ناهيك عن محاولة التقاطعات الإيجابية على مؤشر التذبذب بستوكستيك الذي يحاول أن يعزز استعادة بريق الذهب ومعانقة مستويات 1765 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام لا يزال التداول بشكل عرضي متذبذب حول مفتاح التداول ومفتاح الاتجاه والنقطة التي تعبر عن الحاجز النفسي وهو 60 دولار البرميلة الواحد في حال أن الأسعار نجحت بالعودة على مستويات 60 دولار البرميلة الواحد قد نشاهد اندفاع قادم يستهدف مستويات 63 دولار البرميلة الواحد أما استمرارية التداولات دون مستويات 60 دولار فقد تعيد الأسعار إلى مستويات 57 دولار و54 دولار للبرميلة الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة متأثرة بملك الملاذات الآمنة لا تزال تتألق وتحاول الاندفاع نحن مستويات 26.400 خلال التداولات اليومية مدعومة بالتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أعلى مستويات 24.800 توحي بمزيد من الصعود وتحقيق الأهداف المذكورة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد أن الغاز الطبيعي لا يزال يتداول في ظل السلبية المطلقة وذلك باستمرارية التداولات وأدنى مستوى الـ 2.600 والذي يلتح معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من الهبوط واستهداف مستويات 2.400 ما لم يستطع الغاز الطبيعي العودة على مستويات 2.600 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى قائد السوق الأمريكي مؤشر الداوجونز الصناعي ونلاحظ أنه مثل ما تحدثنا يوم الأمس حدث الهبوط وإعادة اختبار مستوى 33.350 وبمجرد ملامسة هذا الدعم القوي ونقطة المحور نشاهد انتفاع الأسعار مجددا محاولة الاندفاع نحو مستويات تاريخية جديدة وتكوين قمة تاريخية جديدة وحاليا التداولات أعلى مستويات 33.350 تقود مؤشر الداوجونز لتصطير قمة تاريخية جديدة تنتظر عند مستويات 33.900 خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى وشرط حقق هذا السيناريو وهذا الهدف المذكور هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 33.350 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر SB500 ونلاحظ أن التداولات لا تزال تتسم بالإيجابية وقد نشاهد اليوم تحقيق لمستويات الهدف الرئيس الماتل مستوى سعر 4100 و4200 على المدى القريب بإذن الله تعالى وشرط حقق هذا السيناريو الصاعد هو استمرارية التداولات أعلى مستويات الأربعة ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي ونشاهد أن التصحيحات قد بدأت من أجل إغلاق الفجوات السعرية ومثل ما تحدثنا يوم الأمس من الممكن أن يمتد التصحيح حول مستويات الـ 15.000 ومن الممكن أن نشاهد التصحيحات تمتد إلى مستويات 14.800 قبل أن نشاهد أي صعود يستهدف مستويات 15.600 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك لا يزال يتمسك بالزخم الصاعد ويحاول الانطلاق خلال الجلسة القادمة وافتتاح الجلسة الأمريكية من الممكن أن نشاهد اندفاع للنازدك يستهدف من خلاله مستويات 13.800 و14.300 خلال التداولات متوسطة الأمد ولكن شرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 13.200 ومن الممكن أن نشاهد بعض من التصحيحات لإغلاق الفجوات السعرية السابقة ولكن بالمجمل طوال ما أن مؤشر النازدك يتداول أعلى مستويات 13.200 لا يزال يعتبر صاعد وينتظر الأهداف المذكورة سلفا إذن أخواني العزائل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي يمن ترجمة نانسي قنقر